دكتور حسن يعني توازيا مع الحرب على غزة جبهة عدة تشتعل في المنطقة سنتوسع فيها ولكن دعني أبدأ من الهجوم الإيراني على العراق كيف يقرأ بهذا التوقيت وما الهدف منه مساء الخير كاترين شكرا على الاستضافة يعني أتصور أنه ما نشهده الآن يعني سبق وأن تم التحذير منه بين أن العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع قد يتسع نطاقه ويتحول الأمر إلى دخول أطراف إقليمية متعددة ونحن نشهد الآن هذا الأمر سواء الذي بدأ بهجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية أو السفن التي تتجه نحو إسرائيل وما ترتب عليها من هجمات أمريكية بريطانية تزيد الأمر اشتعالا ما نشهده أيضا من استهداف مواقع إيرانية وإدراك إسرائيل أنها استهدفت هذه المواقع بنفسها في نفس الوقت جاء رد الفعل من جانب إيران باستهداف ما وصفته بأنه مراكز تجسس موجودة في أربيل لصالح إسرائيل هكذا نشهد أعمالا من العنف والعنف المضاد بين كافة الأطراف ودخول أطراف إقليمية على خط هذا العدوان إذن ما الحل وراء وقف هذه الأطراف أو اتساع هذا النطاق الحل هو وقف العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع ليس الحل هو فقط إقناع الأطراف الإقليمية بعدم الدخول لأنها قد يكون لها ما تبرره من استهداف تحت زعم الدفاع عن نفس أو غيره ولكن أوقف العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة ربما يكون هو السبيل الوحيد لمنع اتساع نطاق هذه الحرب إلى شكل إقليمي وربما كانت الدولة المصرية في مقدمة من حذروا من هذا الأمر وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة من دعا إلى ضرورة احتواء الصراع عن طريق الانتقال من مسار العدوان إلى مسار سياسي يضمن للفلسطينيين دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو ولكن التعنت الإسرائيلي والصلف الإسرائيلي هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من احتمالات متسعة النطاق إلى أن يصبح هذا الصراع صراعا إقليميا كانت جولة بلينكين الأخيرة وبزيارة وزيرة خارجية استراليا للمنطقة ربما كانت جهود تبذل لإقناع إسرائيل بالتواصل إلى هدنات إنسانية أو حتى التواصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ولكن حتى الآن لم نجد أثرا لهذا الأمر على الأرض ما نشهده هو استمرار نزيف الدم الفلسطيني ما نشهده أيضا هو استمرار الصمود الفلسطيني وتمسك الفلسطينيين بأرضهم ما نشهده أيضا هو جهود تبذل هنا أو هناك دون أن نجد لها تأثيرا حقيقيا للأرض في وقف دائم لإطلاق النار ينهي حالة الصراع سواء في قطاع غزة أو في نطاقها الإقليم بذل هذه الجبهات المشتعلة إن كان في اليمن كما ذكرت في العراق في سوريا في لبنان وفي الضفة الغربية تصعيد أيضا جديد نشهده صحيفة يديعوت أحرنوت تقول اليوم أن الجبهة السابعة من هذه الحرب هي بين نتنياهو وغالانت فلنتحدث عن هذا الصراع داخل إسرائيل والذي وصفته يديعوت أحرنوت بالجبهة السابعة ومدى تأثيره أيضا يعني بالتأكيد هناك حالة من حالات الارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل مجلس الحرب الإسرائيلي لأن هذا العدوان كاترين لم يترك أثر على القطاع فقط هو دمر القطاع ودمر مقاومات الحياة بالنسبة للفلسطينيين وأظهر الوجه القبيح لإسرائيل في صورة مخطط استيطاني توسعي يهدف إلى تهجير سكان القطاع وإقامة منشآت استيطانية من ناحية ولكنه أنهك أيضا لاقتصاد الإسرائيلي أنهك الاقتصاد الإسرائيلي الذي يقوم على فكرة جنود الاحتياط وبالتأكيد استمرار هذا العدوان يؤدي إلى مزيد من الأعباء ليس فقط الأعباء الاقتصادية على حكومة الحرب وعلى بين قوسين من نسميه من مواطنين الإسرائيليين ولكن أيضا يسبب أعباء نفسية ولكن للآسف الشديد شهوة السلطة التي تملكت من نتنياهو وإصراره على البقاء في المشهد السياسي هي التي تمد أمد هذه الحرب وهذا العدوان إلى أمد غير منظور وما يدعم هذا الأمر أيضا هو استمرار الدعم الأمريكي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لكي تمارس عدوانها على سكان القطاع ربما يكون هناك بعض الأصوات المنادية بوقف العدوان أو بقف الحرب من أسر الأسرة أو المحتجزين أو من بعض الوزراء ولكن في النهاية الكل يزايد على إمكانية تحقيق الأمن عن طريق العنف ولكن برأيكم هل يستمر هذا الدعم الأمريكي بالوتيرة نفسه خاصة بعد التصريحات التي نشهدها في الأوينة الأخيرة بايدن يقولها علانيا أنه بدأ ينفذ صبره من نتنياهو نتنياهو ترامب يتقدم في الانتخابات الأمريكية في بعض المناطق على بايدن وهنا ربما كان يمكننا الإضافة على مقال صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الجبهة السابعة للحرب هي بين نتنياهو وغالانت ربما الجبهة الثامنة هل تكون بين غالانت وبين نتنياهو وبايدن؟ يعني أتصور كاترين أن العبرة ليست بالتصريحات لأن التصريحات كلها تشير إلى حق إسرائيل المزعوم في الدفاع عن النفس مع فكرة حماية المدنيين أنا لا أفهم الحقيقة أن هذه التصريحات تكون مواكبة لإرسال صفقات سلاح إلى إسرائيل تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استمرار قصف المدنيين دون أن تتوفر لهم الحماية التي تتحدث عنها التصريحات الأمريكية هناك حالة من حالات التناقض الشديد هناك حالة من محاولة امتصاص الغضب العالمي الشعبي وليس الرسمي إزاء المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وبحق سكان القطاع وإلا فإن استمرار هذا الدعم هو الذي يغري إسرائيل ليس فقط باستهداف المنشآت المدنية في القطاع ولكن أيضا التحرشات التي تحدث في الضفة الغربية هناك إرادة مشتركة إسرائيلية أمريكية حتى الآن لم تنفصم عراها نحو تنفيذ مخطط استيطاني قد يهدف في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقوضها لأن استهداف القطاع واستهداف الضفة معناها أن إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة لا ترغب بالتأكيد في حل سياسي وترى أن العنف هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحقق لها الأمن في مواجهة منتصفه بالهجمات الإرهابية غريب جدا أن الإدارة الأمريكية تسمح لإسرائيل باستمرار العدوان وتدعمها في حين أنها تنكر على الفلسطينيين المحتلين حق المقاومة المشروعة هذه الازدواجية في المعايير هذا التناقض الغريب لا نجد له تفسيرا وقد يفتح الباب كما قلت في إجابتي على السؤال الأول قد يفتح الباب أمام مزيد من الصراع الإقليمي بدخول وكلاء أو بدخول أطراف إقليمية بنفسها في هذا الأمر ولكن يعني برأيكم بعد أكثر من مئة يوم ألن يتغير الموقف الأمريكي ولو يعني يصبح أكثر صرامة تجاه إسرائيل لا يخفف من الدعم خاصة أن نيوزويك على سبيل المثال تقول أن الضربات في اليمن مسمار آخر في ناعش بايدن بايدن يعلم ذلك جيدا الولايات المتحدة تحاول عدم توسعة نطاق هذه الحرب ولكن إلى أي مدى يمكن ضبط ذلك بالفعل في ظل كل هذه التطورات التي نشهدها من الضفة الغربية إلى البحر الأحمر يبدو أن السيناريوهات الموجودة لدى الإدارة الأمريكية الآن كاترين مقصورة على فكرة حماية المصالح الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وإلا فكيف نفسر هذه السرعة في توجيه الضربات الأمريكية البريطانية إلى مواقع الحسيين في اليمن بدعوة أنها تحمي التجارة الدولية وتحمي الممرات الملاحية في حين أنها تسعى حقيقة إلى إعادة إيجاد ترتيبات أمنية في المنطقة وتأتي في إطار صراع على مناطق النفوذ في الهيكل العالمي كله تعلمين أن منطقة البحر الأحمر لها أهمية استراتيجية كبرى وهناك تنافس كبير ما بين الأقطاب سواء روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها على امتلاك مناطق نفوذ بها وبالتالي ربما يكون استمرار العدوان الإسرائيلي ومن بعده هجمات الحسيين كان منفذا للولايات المتحدة ومعها بريطانيا للبحث عن منطقة نفوذ في هذه المنطقة في هذا المكان واستمرارية الهجمات على الحسيين لكن فكرة التغير في الدعم الأمريكي أتصور أنه التغير لابد أن يكون واقعا على الأرض باستخدام أدوات الضغط الحقيقية تعلمين أن الولايات المتحدة تمتلك الكثير من أدوات الضغط على إسرائيل سواء من ناحية التسليح من ناحية الدعم المالي وتستطيع أن تستخدم هذه الأدوات جميعها لكي توقف هذا العدوان في اللحظة التي نتحدث فيها الآن كاترين لا يعنينا جوالات دبلوماسية لا يعنينا هجمات أمريكية بريطانية ولكن يعنينا أن يقف شلال الدم لسكان قطاع غزة من خلال الضغط الأمريكي على سلطات الاحتلال الإسرائيل